عدة وعتاد ثقيل دفعت بها أنقرة إلى قواتها المنتشرة على الحدود السورية وذلك لدعم تقدم الجيش الحر الذي أعلن سيطرته على كامل الشريط الحدودي مع تركيا وترزه تنظيم داعش لأول مرة منذ سنتين كما وأكدت مصادر في المعارضة السورية أن المنطقة الواصلة بين جرابلس وبلدة الراعي باتت شبه آمنة مطالبة أمريكا بفرض حظر جويا فيها وإعلانها منطقة آمنة للسوريين المنطقة الآمنة ليس المقصود بها عملية تدخل قوى خارجية أو دولة أو تمهيد لعملية انقسام أو تقسيم للبلد وإنما هي حقيقة هي عمليا توطين المواطنين في مناطقهم آمنين ساكنين معارك ضاريا بين أحرار الشام وقوات الأسد انتهت بتحرير مباني المياه في حي العاملية بعد استهداف قوات النظام بالأسلحة الثقيلة والصواريخ وذلك بعد سيطرة الأخيرة على الكلية الفنية وكلية التسليح والمدفعية وحصار حلب مرة أخرى وفي سياق المتصل صد الثور محاولة تقدم لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية على جبهة خانطومان وكتبة الصواريخ في حين استمرت المعارك على تخوم حي الراموسة والسكري قرب الكلية العسكرية هناك تطورات إيجابية من ناحية كسر الحصار على بدينة حلب وهذا يعود إلى أسباب كثيرة من أهم هذه الأسباب هو وجود توحد بين القوات المعارضة وفصال المعارضة جميعا خيبة أمل متوقعة منيابها الرئيس الأمريكي باراك أوباما وذلك بعد فشله بالتوصل لاتفاق مع نظره الروسي فيما يخص وقف القتال في سوريا والتعاون العسكري بين بلديهما في حين بدأ الدب الروسي مرتاحا لما أسماه فهما مشتركا للمشكلات العالقة بين رعياء السلام في سوريا والتي اعتبرها تقنية وحسب تقدم الجيش الحر في الشمال السوري واختلاف رعياء السلام حول الأزمة السورية دفع محللين للقول بأن نهاية الأزمة ستبدأ من فوهة البندقية ليندغليني لقناة الإخبارية اسطنبول